ومن الأخبار اللي حصلت مبارح للأخبار المنتظر حدثها اليوم نهاردة كل سنة وحضراتكو طيبين العيد السنوي للألقاس والأصب نهاردة عيد الغطاص يعيده علينا وعلى كل المصريين بألف خير وسلام نهاردة هتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاص المجيد وحيترأس قداسة البابا توضرس الثاني بابا الإسكندرية وباتريالك الكرازة المرقصية قداس عشية العيد بالكنيسة المرقصية بالإسكندرية وفقا لعاته السنوية ربنا ما يقطع لها عادة يا رب ولا يقطع لنا عادة ونحتفل كل سنة مع بعض نصريين بيكلوا ألقاس كتير قوي في الوقت ده خصوصا في الصعيد وكمان أصب السكر كل سنة وإحنا طيبين كل سنة وإحنا طيبين كل سنة طيبين يا حسام كل سنة وإخوتنا المسيحيين بألف خير كل سنة وإحنا كلنا بألف خير بسنو كبنين مع حضراتكم الأخبار المنتظر حدوثها النهاردة بإذن الله النهاردة توقفت امتحالات الترم الأول لسنة ربعة ابتدائي وباقي صفوف النقل بجميع المحافظات وده بسبب أجازة عييد الغطاص النهاردة حتبدأ المحافظات تنفيذ الموجة التسعتاشر لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة وده بناء على قرار لجنة استرداد أراضي الدولة تنفيذها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدرورة الحفاظ على أملاك الدولة المصرية وإزالة التعديات عليها طيب كل أهالي محافظة الغربية وتحديدا أهالي منطقة المنشية الجديدة بالمحلة النهاردة هيتم قطع المياه عن منطقة المنشية الجديدة بالمحلة في محافظة الغربية من الساعة 8 بالليل ويستمر قطع المياه لمدة 5 أيام ده عشان تركيب خط مياه جديد وفي بطولة من أغرب البطولات ونتائجها عجيبة جدا جدا يعني شفنا مبارح السنغال بتتعادل شفنا المغرب بيتعادل شفنا غانا بتخرج من بطولة شفنا الكاميرون بتتعادل على أرضها أو المبارح بطولة عجيبة جدا وفرصة للمنتخب الوطني المصري أنه يحقق نتيجة يعني لو أتت رياحه فيجب على كارلوس كيروش اللي حيقود المنتخب النهاردة أن يغتنمها نهاردة مباراة مصر مع الفريق السوداني في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لبطولة كأس أمم الأفريقية المبارحة إن شاء الله هتكون الساعة 9 مساء باستاذ أحمدو أهدجو بالعاصمة الكاميرونية يا ويندي مصر هتلعب زي ما حضراتكم شايفين بالتشيرت الأحمر كل التوفيق للفرعنة في مباراة اليوم